ومن المسائل أن قول الله عز وجل عن السحرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له من نصيبٍ في الآخرة استُدِلَّ به على أن السحر كفرٌ بالله عز وجل لأن من لا خلاق ولا نصيب ولا حظ له في الآخرة إنما هو الكافر وتأمَّل معي كلمة الشراء الإنسان لا يُقدِم على شراء شيء إلا لرغبته المُلِحَّة فيه فدل هذا على أن هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وقعوا في السحر الذي هو الشرك بالله عز وجل عن ماذا؟ عن رغبةٍ مُلِحَّة لأنه في الغالب لا يكون الشراء إلا مع رغبة